نرجع كامل تاني اخبار ناني زمالك ريكو بياخضى عليه اشع على الظهر عنده شوية الام في ظهره وادى تدريبات تأهلية عشان يرجع تاني للملعب خلال الفترة اللي جاية الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكابس يونيتد حيب ايوم الخميس بحضور حمد انور مدير الاداري بالاضافة لممثل من نادي كابس وطاقم تحكيم اللقاء والمرائب ايضا كمان الزمالك كان بيكشف برنامجه لمباراة كابس يونيتد كان كابس يونيتد حيث يتمرن ساعة تسعة مساء نفس موعد المباراة اللي هتقام يوم الجمعة ومحاضرة فنية بعد التدريب لاناسيو هتحدث خلالها عن نقاط القوة والضعف بصفوف المنافس خلينا اقول لحضراتكم تفاصيل كده قالها اناسيو لمحمد ابراهيم على هامش مران الامس اناسيو اتكلم مع محمد ابراهيم طلب منه الالتزام بتعليمات الجهاز الفني اذا كان عايز يبقى موجود كاساسي فيه الفريق وما ياخدش اي قرار غير لما يرجع له بعد ما كان محمد ابراهيم عايز يتضرب بشكل مفرد اناسيو قال لابراهيم ان لو ما التزمش بالتعليمات وما نفسش المطلوب لن يعني يحتاج لمضعفة الحمل التدريب باسف لو التزم بالتعليمات ونفس المطلوب منه مش هيحتاج لمضعفة الحمل التدريبي علشان احيانا العيبة تتخيل ان ده نوع من انواع العقاب انه الاحمال التدريبية شوية اما تزيد عليهم خلاص خلصت ازمة باسم مرسي وشكبالة كان حصل كده مشكلة بينهم ومن بعض في التدريبات قبل الصفر الموضوع يعني حصل كده في نوع من انواع العتاب ما بين الثنائي ما بين باسم مرسي وما بين شيكبالة وخلصت القصة ان زمالك ما يعني محتاج جدا جدا ليه لم الشمل في الفترة ديت والفريق اخد تدريباته على ملعب برج العرب بعض الوصول الاسكندرية استعدادة لمباراة مزمع اقامتها ما بينهم بين كابس يونيتد مش اخر حاجة عندي انه زمالك بيرفض التعقد مع مهاجم اصوات عبدالرزاق سيسي تم ترشيحه من جانب بعض الوكلاء او احد الوكلاء على النادي والنادي الزمالك رفض التعقد معه دلوقتي وحتى كمان التفكير فيه التعقد مع مهاجمين جدود خلال الفترة ديت لسه ندي زمالك ما فكرش فيه لا سياما وانه حظ او باخت نادي زمالك في التعقد مع مهاجمين خلال الفترة اللي فات دي ما كانش موافق على الاطلاق بتكلم منك كمان على الجانب الافريقي تحديدا باستثناء يعني طبعا احنا مش هنعتبر طبعا استلي انه مهاجم من المهاجمين الصراحة